ولد الشيخ في صنعاء والمهمة هي ذاتها التي تأتي به وتغادر معه في كل مرة البحث عن الحل الضائع في كومة قش مصادر سياسية أكدت أن ولد الشيخ سينقل لسلطة الميليشيا في صنعاء ووفدها بعض النقاط المتعلقة بالإشكاليات الرئيسية التي أفشلت الجولة السابقة ومنعت التوصل لأي اتفاق بعد أكثر من سبعين يوما في الكويت وعلى رأس تلك النقاط تشكيل حكومة قبل تنفيذ بندير انسحاب وتسليم السلاح الذي تصر عليه الميليشيا حتى الآن يبدو موعد الكويت الثاني معلقا بدون تأكيد وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن الوفد الحكومي لن يذهب مبكرا هذه المرة ليبقى وحيدا على طاولة لم تنتج شيئا لأكثر من شهرين متواصلين تطالب الحكومة بجدول زمني للمحادثات وهم يتعرض مع فكرة مبعوث الأممي الذي يؤكد في كل أحاديثه الصحفية أنه لم يأتي لكي يرجع بالحل في يومين لكنه على مدى شهرين في الكويت لم يخرج بشيء هما ترفض الحكومة العودة إليه أو الاستمرار فيه وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة إلى محادثات الكويت كتب على صفحة الشخصية قائلا إن تجربة المشاورات في جولتها الأولى تؤكد أنه من الضروري بناء الثقة وإعلان التزام واضح بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت مؤكدا أنهم ينقبلوا الخديعة أو الحيلة أو المخاتلة هذه المرة المخلافي تمنى أن يعود المبعوث الأممي من صنعاء ولديه التزامات واضحة تنقذ الجولة القادمة مؤكدا أنه سيكون من الخطأ أن يسمح المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للانقلابيين بالمزيد من المراوغة أو أن يتم استئناف المشاورات على أرضية زلقة حسب قوله لا جديد هذه المرة يوحي بتقدم على المسار السياسي وحدها كانت زيارة لا تبدو عابرة قام بها المبعوث الأممي للرئيس المخلوع هي أبرز محاور زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء وبينما انصرف الرأي العام نحو تقييم أخلاقية زيارة الوسيطة الأممي لزعيم ميليشيا يقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن فإن الأهم في هذه الزيارة هما تشير إليه من مؤشرات لصفقة ربما يكون المخلوع أحد أركانها وهو أحد أبرز العراقيل التي لا تزال تمنع الحل حتى هذه اللحظة اشتركوا في القناة